وشاهدنا كرام أهلا بكم تحذير عاجل من بيتاس للمغاربة قبل ما نبدأوا ما تنسوا جديد رجاموا تشتركوا في القناة بجدائما توصلوا بجديد الأخبار والآن إلى التفاصيل حذر الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الماضيق الرسمي بإذن الحكومة مصطفى بيتاس مما سماه تكاثل المغاربة وتوكلهم على الحكومة بسبب الدعم العموم الذي يقدم لعدد من الفئات وأكد بيتاس خلال حلوله ضيفا على برنامج جاشكي مع هشامة أن الحكومة ستحقق التزامها بتوفير مليون فرصة شغل للمغاربة مع نهاية ولايتها مشيرا إلى أن ذلك سيتم من خلال إصدار قانون لاستثمار والمشاريع المرتبطة بالماء ومساهمة قطاعات من قبيل السكحة الخدمات الصناعة بالإضافة إلى اقتناء طائرات جديدة ما سيفع عدد مناصب الشغل في هذا المجال في المقابل حذر الوزير من بعض السياسات العمومية الجديدة التي بدأت الحكومة الجو إليها في حين لم يكن المجتمع المغربي يعرفها من قبل الدعم العمومي الذي ستستفيد منه بعض الفئات الاجتماعية مشددا على أن الدعم العمومي مهم ترجمة نانسي قنقر